يعني زي ما سمعتوا كده جماعة يعني الموضوع 80% من الأطفال بتتحل عندهم هذه المشكلة باتباع التعليمات اللي بيقولها طبيب العيون لحضراتكم كأباء أمهات يعني أنتوا جزء أصيل من العلاج قبل ما نقفل هذا الموضوع يا دكتور ريهام هو ترك هذا الأمر بلا علاج مثلا المضاعفات بتاعته إيه عشان ممكن ناس تقول إيه طب يعني ما نسيبه يعني مش مشكلة أو مع شوية دموع أو إفرازات إيه بقى المشكلة اللي ممكن تترتب على إهمال العلاج لأن فيه ناس بتهمل سواء عن قرار شخصي يعني هم قرروا كده أن الأمر هين يعني أو ممكن ناس يقولوا والله إحنا مش عارفين نتابع أو مش عارفين نعمل الإجراء السليم فإحنا عايزين برضو نحذرهم ونقول لهم إن إهمال الحالة دي ممكن يؤدي لإيه ما هو إهمال الحالة دي أنت عندك يعني الإنساذ الداد أو الديء ده بيولد نوع من أنواع العدوى والبكتيريا والشديدة جوه العين يعني الإفرازات دي عبارة عن عدوى بكتيرية جوه العين العدوى دي ممكن تتفاقم لقدر الله الإفرازات دي تخيل بقى العدوى دي تتفاقم وتوصل يعني جوه العين يعني ممكن العين تبع فبيبقى طبعا العلاج أصعب بكتير آه طبعا طبعا يعني هو جماعة عشان كده بنقول يعني على فكرة ده في الطب بشكل عام مش بس طب أمراض العيون كل ما تم التعامل الطبي في وقت مبكر وتم التشخيص الصحيح عند أهل العلم والوعي بالمشكلة والتعامل معها مبكرا كل مكان أفضل التأخير يعني فيه مثلا يقول كل تأخير وفيه خير ده لا ينطبق خالص على الطب وفي نفس الوقت الحقيقة أنا شايفه لا ينطبق على الحياة يعني أصلا يعني ما فيش ليه اللي يدعونا للتأخير ما كل حاجة تتعمل في موعدها المناسب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خالق آليات طبيعية للحماية أو يعني لاستخدام العين فمن ضمن الآليات دي لما بيكون فيه مشكلة بقى فاحنا نتدخل بقى احنا طبيا علشان الآليات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها ترجع يعني فهمين قصدي يعني احنا مش بنخترع احنا كل مهمتنا في الحياة أن نحافظ على ما خلقاه المولى عز وجل